أولا نجدد اترحيب بحضراتكم ونجدد اترحيب مرة تانية بمولانة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة نبدأ بأول سؤال الرسم حلال والله حرام بسم الله الرحمن الرحيم الفنون الجميلة مباحة في حدود الأداب الشرعي الله ولنا في ذلك شرع من قبلنا ولنا في الشريع الإسلامي شرع من قبلنا من نقرأ في القرآن الكريم قصة سيدنا سليمان ابن داود عليهما السلام فكان الجن وغير الجن يصنعون له محاريب وتماثيل وجفان كالجواب يعني كبير كده في الحج فدنابئ من الأنبياء والفنون الجميلة وجدت في عهده بالنسبة للإسلام سيد الكريم ينبغي أن يفرق ما بين الفنون الجميلة اللي هو الرسم والتصوير واللعب الأطفال والتمثيل اللي هي مخزون حضارة للشعوب كالمصرين القدماء وما بين التمثال أو الصنم أو الوسن الذي يعبد من دون الله فالأخبار التي جاءت عن تماثيل إنما أريد بها أصنام تعبد من دون الله زي اللات والعزة ومنا وهبل تمام؟ دي محرمة ومجرمة العلة فيها مش إن هي تمثال روح والكلام اللي يقولوا عليه العلة فيها أنها تعبد من دون الله عز وجل أما ما لا يعبد من دون الله طبعا معروف إن التمثال ما كان من يعني عندنا نوعين في وسن وفي صنم الصنم ما كان من حجارة والوسن ما كان من غير حجارة يعني خشب معدن أي كحاجة هي العلة حاجة واحدة إلا أنا قلتها إذا كان التمثال يعبد من دون الله عز وجل هذا محرم ومجر وده اللي حمل على أخبار إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فتح مكة لا تدع تمثالا إلا حطمطة اللي هو التمثيل اللي عبدها أهل الجاهلية أما الفنونة الجميلة مباحة ودليل ذلك فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يعني مثلا زهبوا إلى العراق وجدوا الحضارة الآشورية أبقوا على الفنونة الجميلة زهبوا إلى الشام وبالذات إلى لبنان وجدوا الحضارة الفنقية بالقاف حافظوا عليها جاءوا إلى مصر فوجدوا الحضارة المصرية القديمة في الجيزة ولؤسروا غير لؤسروا وحافظوا عليها فالرسم في أصله حلال إلا إذا اجتمل على ما يخل بالآداب الإسلامية كلام جميل كلام معقول مقدرش أقول حاجة عنه